اشتركوا في القناة والباصات وآليات النقل المشترك ولذلك كان القرار واحد أنه كل النقل المشترك سيتجه باتجاه تحويلة وادي الخاقة وهناك إشارات مرورية بهذا الخصوص وهناك إشارة منع للصعود باتجاه ضاحية الزهور الطريق الثاني وهو المعتمد الثانيا قامت البلدية ووزارة الأشغال العامة بإيجاد مسرب من داخل الشارع القائم شارع عمان الصلط ليخدم المواطنين القاطنين في هذه المنطقة والمحلات التجارية وتم تنفيذ مواقف للسيارات لكي تقوم بالشراء والتسوق ومسرب دائما فاتح للسيار بحيث نتقوم بالسيارات بسلوك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر